اشتركوا في القناة في هذه الآية إن رجلا قال له يا أبا العباس رأيت قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فهل تبكي السماء والأرض على أحد فقال رضي الله عنه نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله فإذا مات المؤمن أغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله وينزل منه رزقه فقد بكى عليه وإذا فقده مصلى في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه قال ابن عباس إن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحا فقلت له أتبكي الأرض؟ قال أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالرقوع والسجود وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتزبيحه فيها كدوي النحل وحين تعمر مكانك وغرفتك بصلاة وذكر وتلاوة كتاب الله عز وجل فهي ستبكي عليك يوم تفارقها قريبا أو بعيدا سيفقدك بيتك وغرفتك التي كنت تأوي إليها سنين عددا ستفقدك عاجلا أو آجلا فهل تراها ستبكي؟ هل ستبكي عليك السماء والأرض؟ اللهم ارزقنا نعمة الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك